السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله اهلا وسهلا فيكم في اسهل الطرق للوصول الى كندا واليوم راح اقولكم على شغلة اول شي اذا كنت ما عندك مهنة او ما تعرف مهنة او ما عندك شهادة تشتغل بيها او انت شخص عاطل عن العمل وما عندك مهنة او وظيفة او الشغلة الثابتة تعرف تشتغل بيها الشغلة الثانية ما عندك مميزات مثلا اللغة مثلا ما عندك اي شي مميز عندك او دورة او ماخذ معهد او خبرة هاي كلها مميزات بس اذا ما عندك هاي المميزات وتريد تسافر الى كندا اليوم راح اتكلم عن شركة الشركة اسمها فارستيل فارستيل الشركة الحديد او منتجات الصلب عمرها اكثر من سبعين سلم تشتغل في جميع انحاء كندا منذ عام الف وتسعمية وتلاثة وخمسين يعني منذ عام الف وتسعمية وتلاثة وخمسين عندها مواقع او الشركة هي في جميع كندا في جميع مقاطعات كندا الا مقاطعات كبك احنا خلينا نتكلم عليها طبعا هي الواح وصفائح بنيوية انبوبات المنيوم فولاذ مقاوم شبكة معادن وهكذا بس انت ما عندك مهنة يعني لا عندك مهنة لحام لا تعرف السوق رافعة لا كل شي ما عندك هاي الشركة تاخذك وتاخذك وتنطيك خمسمائة دولار لان انت قدمت عليهم انت واسرتك على حساب الشركة توصل الى كندا ويشغلوك بالوظيفة شوف يقولك احنا ننطيك خمسمائة دولار بس قدم على الوظيفة يعني شوفش قد محتاجين عمال بحيث ماكو عمالة تتقدم على الوظيفة المهم لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك حتى توصل اكبر عدد ممكن من المشتركين والمشاهدين حتى يستفادون من هذا الفيديو ان شاء الله راح تقول لي هذا الكلام فقط من داخل كندا لا يا عزيزي راح اشوفك بالدليل القاطع انه يحتاجون من خارج كندا وحتى الاستمارة مالتهم تقولهم اريد من خارج كندا وانت اي ما اي في اي بلد واكتب لي علوانك في هذا البلد المهم شوف هاي الشركة شوف انا دائما اوصيك انه انا من انزل الموقع واشرح عليه انت اخذ خمس دقائق من وقتك افتح الموقع واقراه واستوعبه وشوفه يفيدك او ما يفيدك يعني اذا تقول لي انا سائق شاحنة انا سائق رافعة انا لحام انا كذا هم تقدر تقدم على هاي الشركة بس انا دا اختص او دا اقول للاشخاص دائما يسألوني انه احنا ما عدنا مهنة احنا مداخل ما عدنا شهادة ما عدنا مهنة ما عدنا خبرة انا شلون اوصل الى كندا شوف اخي الاسيز هاي التوظيف انت تشتغل مستودة عامل ساحة عامل ساحة بمستودع يعني عامل يدوي يقول لك قم ببناء حياتك المهنية في شركتنا مكافأة التوقيع خمسمية دولار يتم استلامها بعد خمس اشهر من العمل في الشركة هاي كل هالمهن هاي المهن شوف قلت لك بيها سائقين محللين اه موظف استقبال بس انت دا اقول لك بحذ ذاتك اذا ما عندك مهنة تروح على مستودع ساحة عامل البرد تضغط عليها ضغطنا عليها يقول لك المكافأة حجينا بها خمسمية شوف هنا مميزات اول شي دوام كامل اطلت نهاية اسبوع ومطلوب عمل الاضافي الراتب من يتبدأ من واحد وعشرين دولار يعني بالاربعين ساعة مكافأة توقيع هاي حجيناها بدء العمل متوقع في مدة اقصاها ثلاثة شهر يعني انت لازم تكون داخل كندا ومسوي لك اوراقك الفيزا وحضورك داخل الامل خلال ثلاثة شهر خسني اجي للموضوع المهم يقول لك المتطلبات اكمال دراسة ثانوية شوف الشهادات والطراخيس والعضويات والدورات والاخ الاخ الاخ غير مطلوب الخبرة سوف تتدرد تحدث القراءة والانجليزية هاي ما يحتاج منك شهادة انت تكتب نعم انا اقرأ الانجليزي او تحدث اللغة الانجليزية لين شغلة اللغة الانجليزية الكل ممارس عليها الكل متفرج على افلام اجنبية امريكية او انجليزية كلها باللغة الانجليزية فلا تجي تقول لاني ما عندي شهادة لغة انجليزية احنا دا يقول لك من يحتاج منك شهادة لغة طبعا المهارات نقل منتجات عاملتها جميع وانشطة وكذلك 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 شوف خلننزل لي جوا خلننزل لي جوا على الاستمارة شوف الاستمارة هي باللغة الانجليزية اسمك الاول اسمك الثاني ادريس ما لديك علوانك تكتبه بالكامل شوف احنا اختار الدولة انت في اي دولة مثلا في سوريا في العراق هاي العراق هياتها موجودة شوف العراق تنزل مثلا ليبيا لبنان موجودة حتى لبنان وينها لبنان هاي لبنان سوريا تنزل بآخر الصفحة السودان موجودة ايضا تونس المغرب الجزائر كل الدول العربية موجودة فيها هاي انشاء الله يعني هي محتاجة من كل الدول العربية ما يهمه جنسيتك المهم انت تقدم وتريد تشتغل فيه غضون تلتة شهر يجيبوك الكندا حتى تشتغل اهنا الادرس الاميل اهنا يقول لك وين سمعت عني عن عن جوجل عن كيجي عن اوفر انت تقول لهم عن الجوجل اهنا يقول لك انت شنو تريد انت تختار الشغلة كتبناها اهنا لك احنا اش كتبنا احنا اش اختارينه عامل ساحة تختار العامل ساحة وطبعا تكملها بالتسلسلة هاي وبعدين تكتب ميلادك وين تبدأ تشتغل وبعدين شوف اكو شغلة جدا مهمة يعني انت هسة تابعتني وشفتها شفتها كلها ما بيها شي اسمه سيرة ذاتية يعني حتى السيرة الذاتية ما مطلوبة منك ما مطلوب منك خبرة ما مطلوب منك شهادة لغة ما مطلوب منك سيرة ذاتية الروح على موقع ثاني يعني الروح على شغلة ثانية اذا هاي انت ما مقتنع بيها ندخل عامل مستودع في كولومبيا بريطانية عامل مستودع في منتوبا سائق اذا انت سائق من الفئة الاولى يعني سائق شاحنة تقدر تقدم على كولومبيا البريطانية انا اروح مثلا خل اختار ما بين كل اثنين اختار واحد هاي اختارينها هاي ما نختارها هاي هم نختارها من التوبة عرض الوظائف هم خمسمائة دولار شوفي هنا نكاتب لكها في موعد اقصى ثلاثة شهر ثلاثة وظائف المؤهلات والتراخيص والعضويات غير مطلوبة الخبرة احد هي الاصول الخبرة هي شوفي هنا نشكاتب لك الخبرة احد الاصول اللغة انجليزي خبرة في المركبات والمعدات تحميل وتفريغ ونقل منتجات مواد يودوية باستخدام معدات منوالة الاساسية لا تقول لي انا ما اعرف اشتغله بيدي ولا اعرف تنزل هنا نفس الشي شوفي هنا وانا اتأكد منه اضغط هنا ادور هل بيها يردون من الوطن العربي نعم هذا العراق هاي سوريا ولبنان اكتر اكتر هم هنا اختار بعض اصلا هنا اردون خبرة انا خاف من الخبرة ارجع اختار سك شوان مثلا اضغط عليها اشوف شن ما اش يردون منها شوفوا هنا انا ميردون خبرة ديش اكاتبي بيها خبرة هاي ميردون بيها خبرة ديش يكتبون بيها هاي ما يكتبون بيها حسب بس الخبرة انت ما تحتاج بيها خبرة شوف هنا الراتب خمسة وعشرين دولار في الساعة مزايا طبية مزايا طب اسنان ععاقة مزايا تأمين على الحياة خطة التقاعد مزايا رعاية رؤية يعني على العيون توقيع مكافأة خمسين خمسمية دولار في موعد اقصى تلتش وشوف كلها مزايا الخبرة سوف اقوم بتدريبك اللغة شوف تكاتب لك اللغات انجليزية يعني حتى ممتعب نفسه يعني ما يطلب منك شهادة ما طالب منك شهادة ما طالب منك امتحان لغة ما طالب منك هاي من احد الاسباب الصعبة شوف احنا نزلنا هنا من حنشوف سيرة ذاتية ما يريد منك سيرة ذاتية هاي انت تكملها يعني ما اقدر اطلبها يعني اكملها بدون عليك مثلا من سمعت شنو شغلك شنو تريد تشتغل شنو وظيفتك واني قلت لك انت من تختار الوظيفة تكتبها تكتبها مثلا هنانا شنو وظيفة هنانا عامل الساحة عامل ساحة في سكشوان مقطع السكشوان فهاي الشركة جدا مميزاتها انه ما تطلب منك اي شي صعب اي شي صعب شوفت تتوفر فرص عمل في اي من مواقعنا الثلاثين في جميع انحاء كندا وامريكا المتحدة والولايات المتحدة العفو يعني بامريكا يعني ثلاثين موقع عندهم مو موقعين ولا ثلاثة ولا عشرة انت هاي فرصتك للتقديم هاي فرصتك التوصل انت وعائلتك الكندا اتمنى لكم الخير والعافية ان شاء الله وما رد اطول عليكم الفيديو اكثر رح اخليه بصندوق الوصف اسفل الفيديو ولا تنسي الاشتراك بالقناة وضغط لايك ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته